قبل نهاية العام 2019 بساعة تضيء مقرات الحجد الشيعي في العراق والسوريا وهذه المرة في إطار ضربات جوية أمريكية عالنية تقول مصادر إنها لن تتوقف وقد تأخذ شكل المسبح سلسلة غارات جوية شنتها طائرات أمريكية من نوع F-15 استهدفت مواقع لميليشيا كتائب حزب الله في الحجد الشيعي العراقي التابع للحرس الثوري الإيراني هذه الضربات وفق بيان للجيش الأمريكي طالت خمسة منشآت ومخازن ذخائر للميليشيا ثلاث منها غرب العراق واثنتان بمنطقة البوكمال شرق سوريا مصادر عراقية قالت إن الغارات الأمريكية دمرت مقر رئيسيا لميليشيا حزب الله العراقية في قضاء القائم وأخرى بمنطقتين غابد سلوم والحرش غرب الأنبار فيما ذكرت مصادر داخل ميليشيا الحجد أن الغارات تركزت على مقر اللواءين أربعين وخمسة وأربعين قرب الحدود العراقية السورية ما تسبب بمقتل سبعة وعشرين عنصرا وجرح آخرين حصيلة لا تبدو نهائية خصوصا بعد إعلان ميليشيا الحجد مقتل أبو علي الخزع للقيادي في ميليشيا حزب الله بالإضافة لمقتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني لم تفصح المصادر عن أسمائهم أمير الفوج الأول في اللواء أبو علي الخزع الولايات المتحدة وفي سلسلة تصريحات لمسؤوليها قالت إن الضربات الجوية جاءت ردا على هجمات صاروخية شنتها ميليشيا حزب الله على قواعد عراقية تحتوي قوات للتحالف الدولي وإن الضربات الجوية من شأنها ردعوا وشلوا قدرة الميليشيا على شن هجمات في المستقبل تصريحات عادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لتأكيدها بالقول إن الغارات تأتي بعد مقتل متقاعد أمريكي وإصابة آخرين في هجوم لميليشيات عراقية تتبع لإيران على إحدى القواعد العسكرية في منطقة كاركوك العراقية لا تبدو تهديدات أبو مهد المهندس نائب زعيم ميليشيا الحجد الشيعية ذات قيمة أو معنى وفق مصادر عراقية ذلك أن الميليشيا التي تمددت بضوء أخضر أمريكي منذ أكثر من عشر سنوات تواجه اليوم ثورة شعبية لاقتلاعها واقتلاع كافة ميليشيات السرقة والفساد المرتبطة بإيران في حين تبدو تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر باتخاذ إجراءات ردع أخرى ضد أي سلوك من ميليشيات إيران ليكشف عن الوجه الحقيقي لميليشيا الحجد التي لن تفعل بردودها بالزمان والمكان المناسبين إلا كما فعل السابقون في ميليشيا أسد وحزب الله اللبنانية يا أمان يا أمان